السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم بدنا نشرح طريقة تقديم طلب فك آي كلاود رسمي لجهاز آيفون. ياريت ببداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. بالبداية بعد ما سجلنا دخول في الموقع شرحناه في الفيديوهات السابقة. نتوجه مباشرة الى بلايس اوردر بلايس امي اوردر. بعدها بنروح على خيار تشيك عشان اعرف الجهاز اي خدمة بدي اختار له. راح اشرحها بالتفصيل الطريقة. بختار اول شي بعمل تشيك للجهاز. تشيك مدفوع. طبعا تكلفته عشرة سنت. من منحط الامي. طبعا هون لازم يكتب عندك رقم. ما كتب بس بتعطيه مساحة. مجرد ما كتب رقم هون خلص يعني هون اخد الامي. ليش مساحة? لاني انا ناسخ ونسخ. لو كاتبوا كتابة بيكتب الرقم مباشر. وبعمل اوردر. راح يعطيني تقرير زي هيك. مباشرة راح اعمل اردر. اخد الاردر. والامور تمام. بتوجه للاردر. امي اردر. عشان اعرف. شو صار بالاردر. الاردر تبعي لساته بالويتنج. بعده بالانتظار. هاي الخدمة سريعة. لتشيك. يعني ما بت يعني دقيقة دقيقتين تلات. يعني اقصى حد خمس دقائق. بس يعني بالعادي بتكون سريعة. انا نعمل ريفرش. نغاية ما تعطينا. الخدمة. صارت اني بروغرس. ننتظر لغاية ما تكتمل. زي ما حكتلكو هاي الخدمة سريعة. بس بدنا نعمل تشيك على الجهاز بالبداية بدنا نعرف لوين نتوجه بالجهاز. وانا راح اشرح لكم اياه بالتفصيل الممل زي ما بتحبوه. ضروري نعمل تشيك. انا الاردرات اللي باخدها هادا اردر لزبون اليوم. الاردرات اللي باخدها انا بعمل عليها تشيك. غير تشيك اللي بعملو لما كون بدي اخد الاردر. يعني قبل ما اقدم الاردر لازم اعمل تشيك عندي كمان عشان الواحد. يعرف وين دي يتوجه كيف يطلب الطلب. لسه اني بروغرس. يعني بحاول اعطيكم العملية كم بتقعد يعني بالزبط. يعني هي ما بتطول كثير. ده ما حكتلكم دقيقتين. تلاتة. انا بعمل ريفرش عشان هيك الصفحة بدي اه. بعمل ريفرش للصفحة عشان تتغير الخدمة. نعمل كمان مرة ريفرش. اخد. تمام. اعطاني الجهاز معلوماته كاملة. هون وضع الجهاز لست. ويونيتد ستيت. شوفوا هاي المعلومة. مهمة يا جماعة. لما يكون الجهاز كلين. في خدمات ما بتاخد غير كلين. وفي خدمات بتاخد اللوست. نسبة نجاح اللوست طبعا اقل من الكلين. عشان نكون يعني الموضوع واضح. بعد ما طلع معنا التقرير بالشكل هاد تفصيلي. اكتر نقطة بتهمني اللي هي. الاي كلاود ستيت. وهونا بهمني. اه اه الهونا الكونتري. هذا امريكي. هلا لو كاني كلين الجهاز. بنختار له الخدمة هاي. خلينا نروح على بليس اردر. عشان نشرح الخدمات. او بلاش على بليس اردر مباشرة. خلينا نروح على امي سيربر هون عشان بس نشوف الخدمات. هلا لو انه جهاز كلين. اموره تمام. بتوجه لهنا لهاي الخدمة. كيف نعلم اليها. هيك. هاي الخدمة شو هي? تلاود ريمود كلين برانش فرام يو اس اي اونلي. فقط امريكا. سعين بالمية سكسس. لو كان جهازك كلين. تختار هاي الخدمة. تشتغل على هاي الخدمة وبتبعت الوردر عليه. لكن بالحالة اللي احنا فيها الجهاز لوس. ما شو بنعمل? بنروح على بليس اردر. و امي. وبنختار هون خدمة شو مكتوب عليها? كلاود ريموف. كلين. لوست بلاك لست. ايفون ايباد واتش اول. هاي الخدمة يعني اغلب الاحيان بنستقدمها للاجهزة اللي بتكون بلاك لست ولوست. لو شفنا هون الوصف. الوصف معطينا انه نسبة نجاحها سبعين بالمية بين الستين وسبعين بالمية. وقت العمل من سبعة لتلاتين يوم. ولكن بصير تأخير احيانا لاربعين يوم. فعشان هيك احنا بنحب نعطي لزبون موعد اربعين يوم بزيادة عشان الواحد يكون. بسيف صي. يعني ماعطي وقت بزيادة. كمان راح اشرح لكم لو كان الكنتري غير يعني غير امريكا. هلا بشرح لكم اياه بس خلينا نعمل الطلب هات بالاول. شو بدي اعمل? خلاص مدام بدي اعتمد بدي اعمل الوردر هون. بعمل هون لسق. بعمل مساحة بس واحدة عشان ياخد الهاي لاني انا عامل كوبي بيس. اخد معي الرقم هات. بقدر اشوف وضع الوردر من خلال اردر امي اردر. بشوف هنا وضع الوردر شو بصير عليه. لما يتم هون بيعطيك انه تم بكتب لك ساكسس. في حال صار عليه رفض بيعطيك بالاحمر هون. طبعا بالانجليزي طبعا بالعربي بيعطيك رفض. يعني بتقدر انت تختار اللغة العربية وتكون تتعامل مع اللي هاي باللغة العربية. وبعد هيك عشر دقائق رباس ساعة بنرجع بنشيك عليها. بنلاقي الجهاز صار اني بروغرس هيك خلاص باترك الجهاز. وبشيك عليه بعد عشرة ايام خمسة عشر يوم او بستنى لا يجيني ايميل انه صار فيه تغيير او على هاي راح يجيك ايميل يعني ايميل مباشرة على حسابك انه تمت العملية او في اوردر عندك صار ساكسس ومعلوماته بتكون موجودة بالايميل غير الموجودة بالصفحة يعني هاي نفس المعلومات اللي بتطلع عندك هون برضو بتجيك على الايميل نفسه. هيك عملنا طلب الاوردر وصار امورنا جاهز مية بالمية. هلا بدي اشرح لكم موضوع الدول الثانية علي كلين. خلينا نروح على ايمي برودكت ايمي سيرفيس. والروح هون زي ما حكينا هاي يو اس ايه فيه انه هون خدمة فقط للتركي للجهاز اللي بكون عندك لما تعمل تشيك بيطلع لك تركي. هاي بس سابورت للتركي تسعين بالمية ساكسس. وسعرها ممتاز يعني سعر بفتح فيها تسعين دولار. شو مكان موديل الجهاز طبعا يعني انت مش محدد يعني شو مكان موديل الجهاز بتاخدوا هاي الخدمة. بالنسبة لهاي الخدمة. اه كمان شغلة تانية في عندنا هون ميدليست لو ضغطنا عليها. بيطلع لنا هون برضو اسماء امارات كينجدو السعودية عمان قطر كويت تطلب هادول الاجهزة اللي بتطلع عندك بالشكل هاد الكانتري تطلب من هاي الخدمة برضو سعر همية دولار حلوة يعني كويسة هاي الخدمة. وفي عندك هون اوروب انلي برضو هاي محددين لك هون البانيا اندورا استراليا اه المانيا دينامارك هاي الاسماء يعني انت بتيجي هون بتطلع مثلا فرنسا اه بتشوف هون الجهاز تبعك في اي مكان من هدول وبرضو وبتبعت الوردر هاي برضو مية وعشرين دولار وبتبعت على هاي الخدمة زي ما حكينا وبتختارها يعني بس بتروح مثلا هاي تركي هاي ميدليست اللي هي شرق الاوسط هاي اوروبا يعني بس بتضغط عليها وتحط الامي وبتعمل الوردر تبعك وبتنتظر لغاية ما يكتمل الوردر. هذا هيك كان شريح بس على الاجهزة وطبعا اي حدا عنده استفسار او مش عارف شو الخدمة اللي بدي يطلبها وعمل تشكل الجهاز بقدر هون يبعت من مواقع التواصل من تليجروم او واتساب يبعت لتشكل اللي عملو ونحكيلو شو الخدمة اللي يختارها المناسبة للتليفون تبعه. واي شرح للفيديوهات اه عندك يعني بتحب تشوف اه مثلا طرق اه او بدك تبعت اه اه خدمة معينة ومش عارف كيف تعملها راح يكون ان شاء الله هذا الخاني هون الفيديو راح تكون ان شاء الله فيها يعني شرح لكل خطوات داخل الموقع يعني هون طلق طلب تفعيل ادوات سوفتوير هون طلب معلومات الجهاز زي اللي عملناها الان وكل والاي كلاود راح تنزل هون برضو وكل الخدمة بنعملها راح تكون ان شاء الله الى فيديو هون بالموقع عشان تسهل عليك يعني اه تتعلم كيف تشتغل على السيرفور بشكل ممتاز وتكون شغلك اه ما في اي اخطاء. هذا كان الفيديو الى اليوم نراكم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة